كان فيه اجتماع مهم جداً زي ما حراركم عارتين وقلنا لكم من بارحة كان اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني الجديد كله الساعة 12 الظهر اجتماع خلص أكيد والراجل دلوقتي موجود في استاد مختار التيتش مع لعبيه فعشان نعرف تفاصيل أكتر على اجتماع ده نروح ليه زماننا العزيز فاروق صلاح قبل ما اخذ فاروق هادي دي اللقطات اللي حراركم شايفينها هي الكابتن محمود الخطيب مستر كولر المدير الفني الجديد والمساعد بتاعه وايضاً الجهاز بشكل كامل وأكيد القطاط مهمة جداً جداً بعد حسم هذا الملف اللي كان بيقرق جماهير النادي الاهلي واللي كانوا منتظرين بشكل كبير جداً طبعاً الكابتن حسام غالي موجود الكابتن زاكريا ناصف الكابتن أمير توفيق وادي كمان الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة اللي كان عائد من رحلة في الخارج وايضاً الكابتن محسن صالح موجود فأنا شايف حتى على وجوههم نوع من أنواع الارتياحية اللي هو كابتن سامي أمصان طبعاً برضو أحد عضاء الجهاز الفني الجديد ففيه ايه راحة كده يا سلام بقى كمان ميشيل يانوكن الراجل اللي كان جمهور الأهلي دايماً مرتبط بيه واللي بيحب جداً نادي الأهلي واللي شغله أهم بكتير من حبه لنادي الأهلي شغله على أرض الواقع كان مميز قوي مع حراسنا في النادي فبالتالي كلها لقطات مهمة وبننقل حضراتكم يعني الكواليس لحظة بلحظة وكل التفاصيل عشان تبقوا عايشين الأجواء بالضبط وتبقوا عارفين إيه اللي بيحصل فيه النادي الأهلي فبالتالي كلها بإذن الله أمور مبشرة وعجبني أوي تعابيرات التعابيرات الموجودة على وجوه كل الحضرين لدي الاجتماع بشكل كامل مع كابتن محمود الخطيب وفيه نوع من أنواع إيه يعني الحماس والشغف لبداية مرحلة جديدة مهمة جداً خلينا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي اللي كان موجود طبعاً فيه اجتماع النهاردة أو على هامش هذا الاجتماع يقول لنا إيه كل التفاصيل اللي حصلت النهاردة يا فاروق مساء الخير برحب بك أمير وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة متابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً بك يا فاروق يعني أقول لنا إيه الأخبار إيه التفاصيل إيه اللي حصل وكواليس اجتماع النهاردة اللي كان مهم جداً الساعة 12 ما بين الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء الجهاز الفني الجديد يعني خليني من البداية أمير يعني استكمالاً تغطيطنا لوصول بالأمس مستر مارسل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وجهازه المعاون طبعاً الجميع التابع من خلال قناة النادي الأهلي في تغطيطنا من الأمس ووصوله وتفاقده لكافة المنشآت داخل ملعب مختار التيتش وأيضاً يعني كافة التفاصيل الخاصة بالملعب وأيضاً بالجيم وأيضاً يعني العادة الطبية أو المكان الجهاز الطبي وتابع كافة الأمور طبعاً استكمالاً لذي الأمور النهاردة يعني كانت تمام الساعة الثانية عشر ظهراً جلسة طبعاً جمعت نبيين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجالي صدارة النادي الأهلي ومستر مارسل كولر وجهازه المعاون طبعاً أمور كتير جداً طبعاً دارت خلال هذه الجلسة منها الحديث عن طبعاً معسكر الجديد أو معسكر انطلاق المسلم الجديد للنادي الأهلي وطبعاً آليات العمل داخل النادي الأهلي وأهداف كتير جداً لكن أنا عايزة أقف عند نقطة مهمة جداً يا أمير يعني أنت في استعراضك للكلام قلت في حالة من الارتياح على وجوه مسؤولي النادي الأهلي بالضبط أمير في حالة من الارتياح وحالة من الثقة في الاختيار يعني بيقابلها في الجانب الآخر حالة من الحماس والشغف عند مستر مارسل كولر وجهازه المعاون ينضم لها مشهد تاني هي مشهد اعتزاز النادي الأهلي بأولاده واعتزاز النادي الأهلي باللي بيخلص النادي الأهلي بوجود الكابتن ساد عب حفيظ وجود الكابتن سامي أمصان وأيضاً وجود مشيل ينكن اللي في غاية السعادة لعودته من جديد إلى انضمام الجهاز الفني للنادي الأهلي جلسة طبعاً جبعة مبين الكابتن محمود الخطيب ثم جلسة مع مسؤولي لجنة الكرة طبعاً بحضور طبعاً كان موجود الكابتن محمود الخطيب موجود معالي الوزير العمري فاروق رئيس مجلس قدارة النادي الأهلي موجود الكابتن حسين مغالي وأيضاً موجود الكابتن زكراه ناصف الكابتن محسن صالح والكابتن أمير توفيق أمور كتير جداً أيضاً في حضور المهندس خالد مرتاجي اللي يعني يتقدر تقول أكتر من ملف بيتم الحديث عنه جلسة أيضاً جمعت في البداية كانت جلسة مع المدير الفني والطاقب المعاون يعني إذا ما استعرضناهم بالأمس أمير سواء هيرالدو أو أندرياز إندو أو ياسين الميكاري في حضور المترجم خلينا أقولك أن المترجم طبعاً اسمه الأستاذ هشام ده يكون المترجم القائم بأعمال الترجمة للمدير الفني مارسل كولر وهيكون طبعاً الترجمة باللغة الألمانية ده جلسة جمعت ما بينه وما بين الكابتن الخطيب ثم جلسة جمعت بكل أفراد الجهاز الفني بين ضمام الكابتن سامي أمسوان الكابتن ساد عب حفيز ميشيل ينكون طبعاً بحضور لجنة الكرة الحالة الارتياح اللي احنا شفناها أمير عند أعضاء مجلس إدارة النادي الآلي أو مسؤولي للنادي الآلي كابتن محمود الخطيب وثقة طبعاً زي ما قلنا فيه الاختيار إن شاء الله تكون بداية موفقة لمستر مارسل كولر مع النادي الآلي أيضاً حالة الحماس والشغف اللي احنا شايفينه واستعداده إن شاء الله عايز يقدم يعني كتير من الأمور مع النادي الآلي يوعد إن شاء الله بالكتير من البطلات طبعاً زمن فضل أمير عايز أسألك يا فاروق على يعني أهم مدار في الاجتماع أهم الكلمات اللي قالها الكابتن محمود الخطيب للحاضرين للجهاز الفني الجديد قبل مرحلة هتبتدي خلاص وهي مرحلة مهمة من خلال تدريبات واستعدادات لموسم جديد شاك وهم جداً من نسبة جامعي للنادي الآلي أنت عارف أمير طبعاً يا كلها في البداية كلمات الصقة اللي بيضعها الكابتن محمود الخطيب في الجهاز الفني ويعرف برضو مستر مارسل كولر القيمة للنادي الآلي وهو الأمر دا لمسه بالأمس مع وصوله وأيضاً خلال الفترة الماضية اللي ياماً قبل التعاقد وكمل معلومات اللي جمعها عن النادي الآلي وهو قال أنه عارف أنه جاي للنادي الآلي وعارف أن الهدف الأول والذي يلعب عنه النادي الآلي دا من هو المركز الأول في كل البطولات سواء المحلية أو البطولات القرية هو مقدر حجم وقيمة ومكانة النادي الآلي وده اللي لمسه فيه منذ وصوله بالأمس أيضاً الكابتن الخطيب في حديثه مع مستر مارسل كولر سقط مجلس قدارة النادي الآلي سقط جماهير النادي الآلي بينقل له سقط جماهير النادي الآلي سقط الجميع داخل منصومة النادي الآلي وأننا كلنا سنكون وراك في ظهر الجهاز الفني كل الطلبات والإحتاجات الجهاز الفني ستبقى مجابة طبعاً الكابتن الخطيب أو مجلس قدارة النادي الآلي لا يتوانى في هذا الأمر طبعاً الأمر تطرق الحديث عن المعسكر الخارجي للنادي الآلي وأيضاً الحديث عن الأمور الخاصة باستفقات للنادي الآلي لأن عقب الاجتماع مع مستر مارسل كولر في جلسة تانية جامعة ما بين الكابتن الخطيب ومسؤول لجنة الكرة ولجنة تعقودات في النادي الآلي طبعاً الحديث عن صفقات النادي الآلي اللي انتم الانتم منها أو الصفقات اللي طبعاً بتدور في الفترة الحالية المفاوضات فيها تقدر تقول خلال الفترة القادمة طبعاً أمير سيتم الإعلان عن كافة هذه الأمور لكن برضو من النقاط الثانية أمير بعد انتهاء الاجتماع مستر مارسل كولر وحالة السعادة الليằngها أعضاء النادي الآلي تقدر تقول يا أمير من المرات التي تحس أن هناك إجماع كامل من الجميع على اختيار مستر مارسل كولر الأعضاء بمقابلين مستر مارسل كولر بثقة ووصلين في قرار مجلس إدارة النادلة ووصلين وطبعا مستر مارسل كولر واحد من الأسماء الكبيرة في التدريب وبصماته سواء مع الفرق التي تولى تدريبها أو مع منتخب النمسا إن شاء الله نتمنى أن تظهر على أرض الواقع أيضا كان جمعني جلسة أو حديث مع المهندس خالد عب عزيز المسؤول عن ملعب مختار التتش لأبرز الأمور التي تحدث فيها مستر مارسل كولر معه بالأمس طبعا زي ما قلنا أمير وبأكد على الكلام اللي احنا قلنا بالأمس أشاد بأرض الملعب أشاد بارتفاع المنسوب بتاع النجيلة طمن بنفسه على إضاءة الملعب كافة الأمور يا أمير بإذن الله إن شاء الله يا فاروق نتمنى كل التوفيق للجميع داخل النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي اللي كان موجود في عقاب اجتماع كابتن محنود الخطيب مع الجهاز الفني الجديد وأيضا مع لجنة التخطيط للكرة